النبي عليه الصلاة والسلام جعل من سنن الخطبة أن يرى الزوج زوجته و أن ترى المتقدم خطيبته و أن ترى المخطوبة خطيبها و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء و قال إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم كما في الحديث الآخر و لذلك العلماء تكلموا في قضية ما الذي تظهره البنت أمام الخطيب المتفق عليه الوجه و الكفين المتفق عليه المختلف فيه ما سوى ذلك فمن أهل العلم من ذهب إلى أن للزوج الحق في أن يطلب أن يرى شعرها ما دام أن أهل البنت واثقين من الولد و عارفين دينه و أخلاقه و هو عندها الرغبة جاي فعلا يريد أن يقترم بهذه البنت قالوا له ذلك يرى رقبتها مثلا يرى قدميها مثلا هذا كله مما يعني يراه كثير من أهل العلم من أهل التعقيق و هذا الذي يظهر لأنه الراجح فإذا طلب الولد و الله يشوف البنت مثلا يشوف شعر البنت مثلا رقبتها مثلا شيء من ذراعها يعني من دون مبالغة قدميها ما في بأس في ذلك فالراجح من أقوال أهل العلم قضية أن يطلع معها و تطلع معها لوحدهما لا لأن أجنبية عنه هذا وعد كما ذكرت هذا وعد و ليس زواج و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام نهى أن يخلو الرجل بالمرأة نهى ما خلى رجل ممرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فلا يجوز أن يخلو بها و لا أن يطلع معها المطعم و لا يسافر فيها و لا كذا أما إذا والله طلعت مع والدتها و والدها و وجود الخطيب و والده مثلا أو والدته يعني اجتماع عائلي فيه احتشام فيه احتجاب فيه حجاب يعني يحرص الخطيب أن يستنطق البنت يشوف والله منطقها و كذا البنت نفسه يعني كما أن الخطيب يريد البنت تريد أيضا تشوف الرجل هذا يعني منطقة فهمة تفكيرة في هذه الحدود لا باش مدام بحجاب و عدم خلوة لا أما أنه والله يقول لي أنا خطبتها و خلاص بطلع فيها هذا كلام لا يجوز و محرم اشتركوا في القناة